اشتركوا في القناة موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشهر في خلق الله سيدنا محمد ومن ولاه وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا ويسأل لنا أن نعود لنكمل سلسلة التخلق بأسماء الله الحسنى بعد القطاع طويل واليوم مع اسم الله الحكيم وقبل البدء حب بس أنوه على نقطة جدا مهمة ربما أثير الجدل وكثيرا ما يثار حول موضوع تفعيل أسماء الله الحسنى دعوني فقط أوضح نقطة جدا مهمة وعلينا أنه إحنا نركز عليها البعض يعتقد أن تفعيل أسماء الله الحسنى مرتبط بمواضيع الطاقة دعوني أؤكد على حاجتين مهمتين الأولى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها إذن من ضمن الأشياء التي يطلبها الله سبحانه وتعالى منا أن ندعوه بأسمائه الحسنى ولكن يجب أن نفهم أن دعاءنا لله تعالى لا يجب أن يكون فقط في حدود اللسان والألفاظ والكلام لأن الله تعالى أيضا قال وكونوا ربانيين أي بمعنى علينا أن نكون ممن يطبق ويفعل وأن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى أي أن نأخذ تلك الصفات ثم نحولها إلى أفعال بحيث أن هذه الصفات تمثل لنا مثل القيم العليا التي إذا اتبعناها كسبنا من السلوكيات والعادات الإيجابية التي تفيدنا فليس هناك علاقة بالطاقة أو غيره ليس للأمر علاقة ولذلك الكثير من الناس للأسف صار عندهم لغط وصار عندهم للأسف اختلاط في الأمر ربما البعض يستخدم هذه الأسماء من أجل الحصول على أمور معينة ولكن أريد أن أقول أن التفعيل بمعنى أننا نتخلق بهذه الأسماء صفات هذه الأسماء وكلمة أن نتخلق أن يكون خلقنا هذه القيم العليا أو تلك الصفات الجميلة الرائعة الموجودة في أسماء الله الحسنى ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أمور في هذه الأسماء والصفات ليست لنا هي للخالق سبحانه يعني هناك أمور ليست إلا لله سبحانه وتعالى وإنما نرى في هذه الصفات ما هو في إمكانياتنا وسعتنا بحيث أننا نفعله ونفذه حتى نكون متمكنين الأصل في تفعيل أسماء الله الحسنى أن نكون متمكنين في ذلك المجال المتعلق بذلك الإسم يعني إذا أردت أن أكون من أهل العلم فعلي أن أفعل اسم الله العليم ما هو اسم الله العليم؟ لا بد أن أعرف ما صفات هذا الاسم بعدما أعرف صفات هذا الاسم أبدأ أرى ما الذي يمكنني أن أفعله من هذه الصفات والذي هو في إطار قدرتي وإمكانياتي لا تعدي ولا اعتداء على الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا كان هناك لغط حبيت أوضح فقط هذه النقطة حتى لا يحدث لبس واليوم طبعا مع الجلال والكمال مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم مرتبط بالحكمة والقيادة والملكية والملك مرتبط بإصدار الأوامر وأيضا الحكم بين الناس اسم الله الحكيم الذي ينزل الأقدار بحكمة وما يبتليك وما يعطيك وما يمنعك إلا بحكمة لأنه الحكيم تعالوا نشوف هذا الاسم ما هي الصفات الجميلة الموجودة فيه وكيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم وكيف نتخلق أيضا بهذا الاسم بعدما نعرف هذا الاسم من خلال القرآن الكريم دائما إذا أردنا أن نعرف معاني وصفات هذا الاسم فلا أجل ولا أجمل ولا أحلى من أنه إحنا نرجع للقرآن الكريم عشان نعرف هذه الصفات ولذلك كالعادة إحنا في البداية قبل أن ندخل في معاني هذا الاسم وصفاته تعالوا نعود إلى الآيات الكريمات وما يقوله القرآن الكريم في ذكر هذا الاسم المبارك من أسماء الله الحسنى اسم الله الحكيم اسم الله الحكيم ورد أكثر من مئة مرة وورد بأكثر من صيغة سنعرف كم عدد المرات التي ورد فيها هذا الاسم ولكن دعونا فقط نركز على بعض الآيات طبعا هناك آيات كثيرة ورد فيها اسم الله الحكيم بس خلونا نركز على نقطة جدا مهمة وهي الآيات وما تخبرنا به سنجد أن هناك مجموعة من الإشارات يفترض أنه إحنا نركز عليهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر شيئا في آياته الكريمات في القرآن الكريم إلا وفيه حكمة معينة إلا وفيه سبب معينة الله تعالى لا يضع شيئا عبثا كل شيء له حكمة وله هدف وله غاية وطبعا غاية الله تعالى حسنى كأسماءه تعالوا نشوف هذه الآيات نتأمل هذه الآيات ثم نركز فيما تعنيه هذه الآيات نتأملها ونستخرج ما فيها من كنوز لنعمل بها ونكون من أهل التدبر وأيضا من أهل التخلق بهذه الأسماء الله تعالى يقول في كتابه الكريم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا كان في حديث الملائكة لله سبحانه وتعالى عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا إنك أنت العليم الحكيم لاحظوا ارتباط اسم الله العليم بالحكيم دائما ما يأتي اسم الله العليم بالحكيم وفي كثير من المواضع لا يسع المقام الآن أنه إحنا نذكرها أيضا في آية كريمة يقول الله تعالى شهد الله أن لا إله إلا هو الله تعالى يشهد على نفسه والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيضا لاحظوا اسم الله العزيز الحكيم في الآيات الكريمات أيضا يظهر وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم مرة أخرى نجد وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصوري عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير لاحظوا الحكيم ثم جاءت الخبير الخبير جاءت بعد الحكيم لكن في البداية نلاحظ أن العليم جاءت قبل الحكيم في كثير من المواضع نلاحظ في القرآن الكريم العليم جاءت قبل الحكيم وكذلك العزيز تأتي قبل الحكيم في حين أن كلمة الخبير تأتي بعد الحكيم وهنا أيضا هذا يخلينا نركز شوية عشان نفهم أكثر ما علاقة هذه الأسماء ببعضها البعض وما الذي تؤديه هذه الأسماء وما الذي الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصله إلينا من خلال هذا الترتيب الجمالي الرائع والذي فيه من المكنونات والأسرار ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى لكن عندما أردد الآيات أريد أن نركز أيضا في هذا الترتيب لأن هذا الترتيب يوصلنا إلى أشياء تدل على صفات هذا الإسم وكذلك تعيننا على التفعيل الصحيح والتخلق الصحيح بهذا الإسم ما زلت أكرر أسماء الله الحسنى تحمل من الصفات العلا وهذه الصفات العلا هي قيم إذا نحن انتهجنا بها رفعنا ورزقنا وأعطينا لأننا نتخلق بالعلا لا نتخلق بتلك الصفات الدنيا صفات الشيطان وإنما نتخلق بصفات وأسماء الله الحسنى التي تعيننا وتكون لنا بإذن الله تعالى عونا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق وكان خلقه القرآن الكريم وطبعا هنشوف ما العلاقة بين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن وبين أسماء الله الحسنى وهذا الترابط الجميل بين هذه الأسماء حتى أولئك الذين يكذبون فكرة التخلق وفكرة تفعيل أسماء الله الحسنى دعونا نرى الله سبحانه وتعالى العلاقة بين كتابه وبين أسمائه وبين أيضا أنبياءه وأصفياءه قلنا نشوف ما العلاقة حتى أولئك الذين يقولون كيف تفعلون أسماء الله الحسنى ثم يدخلون أمر الطاقة وغيره من الأمور والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان ثم يهاجمون الجماعة التي تقول بتفعيل أسماء الله الحسنى وعلينا أن نركز هنا على نقطة جدا مهمة قبل أن نهاجم وقبل أن ندعي ونقول لا بد أن نأخذ الأمور من كل الجهات ونأخذه من زوايا عدة من ضمن الأمور ربما قد يكون هناك من تعامل مع هذه الأسماء بشكل خاطئ وهؤلاء للأسف يشويهون معنى تفعيل أسماء الله الحسنى وجب أن ننتبه لهذه النقطة ونعرف ونحكم عقلنا ونتبين لنعرف أين الحق من الباطل أيضا ورد اسمه الحكم في آية واحدة قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وأيضا هذا كان في سورة الأنعام ثم يقول الله تعالى في كتابه الكريم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اسم الله الحاكم وهنا نجد أن جاء بأكثر من صيغة الحكم والحاكم والحكيم وهذه الأسماء لها معاني ولها دلالات تخبرنا عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء نحن نصل إلى قدرته وإلى عظمته وبالتالي إلى توقيره والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره ولذلك الأسماء التأمل فيها وتدبرها وفهمها يجعلنا فعلا نقدر الله تعالى ونوقره ونعظمه فإذا عظمناه عظم في قلبنا وبالتالي زاد الإيمان وزاد اليقين وهذا هو الأصل فكيف إذا كنا نفعل هذه الأسماء ونعيشها حقا سيكون هناك بالفعل سيكون الموضوع جدا رائع لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال وعلم آدم الأسماء كلها لاحظوا علم آدم الأسماء كلها أي أسماء؟ أسماؤه الحسنة وصفاته العلاء لماذا؟ لأن بهذه الأسماء أنت عندما تتخلق بها ستصبح ممكنا وأن تكون ممكنا أي أن تكون لديك المهارات التي تستطيع من خلالها أن تترك الأثر وتؤدي رسالتك على الأرض عبر تفعيل هذه الأسماء بطريقة صحيحة وعبر التخلق بها طبعا مع اتباع سنن الله تعالى في الأرض وسننه تلك التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبلغها ماذا يعني اسم الله الحكيم؟ تعالوا نشوف ماذا يعني اسم الله الحكيم اسم الله الحكيم بفتح الحاء والكاف هو الحاكم وهو الذي يحكم ويفصل في سائر الأمور إذن الذي يحكم ويفصل وطبعا الله سبحانه وتعالى لأنه عليم بذاته فلأنه محيط ولديه الإحاطة فدائما حكمه عدل وحين يحكم فهو يحكم بالحق لأن الله حق وما الحق إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك دائما الله تعالى يفصل في سائر الأمور وعندما يفصل الله تعالى لأنه يعلم ونحن لا نعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيضا والحكم سبحانه والذي يحكم في خلقه كما أرد يقضي لهم الأقدار ويبتليهم ويرزقهم ويعطيهم فعندما يرزقهم ويعطيهم فقد حكم الله تعالى لهم بهذا الرزق أو حكم الله لهم بهذا القدر أو حكم الله عليهم بهذا الإبتلاء والله تعالى لا يبتلي ولا يحكم إلا لحكمه ولذلك وقب أن نفهم أن حكم الله تعالى في خلقه نوعا النوع الأول هو حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه ولا تكون إلا بالمعنى الكوني بمعنى ماذا يقدر الله تعالى لك في الأرض فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ومن ثم لا معقب لحكمه أي لا مغير عندما يحكم الله تعالى فلا مغير ولا غالب لأمره ولا رد لفضله وقدره وهنا وجب أن نفهم أن هذا نوع من الأقدار التي يحكم الله تعالى به لأن القدر نوعين قدر يمكنك تغييره وقدر يحكم الله تعالى به لا يمكنك تغييره ولا يمكنك أن ترده مثال أنك تولد في اليوم الفلاني وتموت في اليوم الفلاني وهذا من الأقدار التي الله تعالى قدرها لك لا يمكنك أن تغيرها أو تتحكم بها مطلقا لأنها في حكم الله تعالى والله تعالى لا يحكم إلا من علمه سبحانه الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة أيضا نجد أن الحكم الآخر والأحكام بمعنى أنه ينزل الأحكام والأوامر وهي التكاليف والتشريعات التي يأمر الله تعالى به عباده أي أن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر لنا تلك الأوامر ويحكم علينا بتنفيذها وتكليفنا بتنفيذها فإن الله تعالى جعل فيها أيضا ثوابا وعقاب وبالتالي عندما يأمر الله تعالى بأمر ولم تنفذ هذا الأمر فأنت تكون مستحقا للعقاب وإذا التزمت بهذا الأمر فإنك مستحق إلى الثواب بأمره سبحانه إذا أحسنت تطبيق ذلك الأمر فعندما يقول الله لك اتق الله ثم اتقيت ففزت وعندما يقول الله لك اجتنب ولم تجتنب فعرف أنك خالفت أمر الله تعالى وحكمه وتشريعه والتشريعات التي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها هذه بعض المعاني بشكل عام لكن دعونا نتأمل بدقة جدا ونرجع إلى تلك الآيات التي تكلمنا عنها عشان نفهم أكثر ماذا يعني اسم الله الحكيم وكيف يمكننا أن نستفيد من هذه الآيات في تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع لنكون ربانيين كما أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون وأن نكون ربانيين أي أن نكون مفعلين مسؤولين ومطبقين لتكاليف الله تعالى وأوامره تعالوا نشوف أكثر إذا جينا نشوف اسم الله الحكيم سنجد أنه يحمل هذه المعاني الأربع الإحكام والإحاطة والتحكم وإصدار الأحكام والأوامر الإحكام والإحاطة والتحكم وإصدار الأحكام والأوامر الإحكام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لن تجد أن هناك سنة في الأرض تتبدل أو سنة من سنن الله تعالى تتحول هي سنة ماضية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبالتالي هو يحكم ذلك سنجد أيضا ذلك الإحكام في حركة الليل والنهار في حركة الشمس والقمر في حركة الأرض في حركة كل شيء على هذه الأرض سنجد أن الله تعالى وضعها بمقدار هذا المقدار لا يزيد ولا ينقص إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى الأرض في قبضته والله تعالى يحكم هذه القبضة والأرض لا تسقط لأنها في قبضة الله وفي ملكه وبالتالي هو محكم هذا الأمر أيضا الله سبحانه وتعالى محيط يعلم ما يخفي الإنسان يعلم ولا يحيطون بشيء أي أن الإنسان لا يمكن أن يدرك كل شيء لكن الله تعالى يدرك ويحيط كل شيء وما من ورقة تسقط في الأرض إلا والله تعالى يعلمها فكيف بحديث نفسك الذي يعلمه الله تعالى ولذلك هو محيط بل الله تعالى يعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك يعلم ما سيكون قبل أن يكون وأنت لا تعلمه ولكن الله تعالى يعلمه ولذلك عندما يحكم الله تعالى فلأنه محيط بما أنت تفعله لذلك عندما يحكم الله لك بأمر فاعرف أن ذلك الحكم الذي ينزله الله تعالى عليك أو ذلك القدر فلأنه الله تعالى حكيم عليم يعلم ما يضرك وما يسرك والله تعالى عندما يحكم فإنه يحكم لعباده ولصالحهم ومن أجل الإصلاح والخير بإذن الله تعالى أيضا إصدار الأحكام والأوانر لكن لو تأملت الآيات ورجعنا إلى الآيات سنجد أن هذه الأسماء أو اسم الله الحكيم مرتبط بثلاثة أسماء تكاد تكون واضحة وجلية ومذكورة في أكثر من مرة في آيات كريمات في القرآن الكريم سنجد أن اسم الله الحكيم مرتبط باسم الله العليم والعزيز ونلاحظ أن اسم الله العليم يأتي قبل الحكيم وإندما نجد الله سبحانه وتعالى في الترتيب سنجد أن العلم يسبق الحكمة العلم يسبق الحكمة بمعنى أنك لا بد أن تعلم قبل أن تحكم لا بد أن تحيط قبل أن تحكم ولذلك العلم يسبق الحكمة وهذا أيضا من الإعجاز البلاغي القرآني في الكتاب الكريم سنجد أن الله تعالى عندما يقول لنا عليم أي أن الله تعالى عالم كل شيء ويعلم كل شيء والله تعالى عليم وفوق كل ذي علم عليم يعلم كل شيء ولذلك هذا العلم ولأن الله تعالى عزيز وقوي وقادر فإن الله تعالى هنا لأنه خلق عباده لأنه خبير بهم لأنه خلقهم ويخلق وكل يوم هو في شأن فإن الله تعالى عندما يحكم يحكم بحكمة علمه يحكم بحكمة علمه سبحانه ولذلك تجد أنه لا حكمة دون علم لا يمكن أن نقول أيضا أن هناك شخص حكيم في أمر ما وهو لا يملك العلم والعلم أي المعرفة الكافية التي تعينه على الحكم على الأشياء أيضا كلمة العزيز ولذلك الله تعالى عليم لأنه نور السماوات والأرض وهو مصدر علم كل شيء فهو العليم وعليم فوق كل ذي علم ولذلك هو نور السماوات والأرض يمد الأرض ومن عليها بالبيانات والمعلومات وبالعلم يحيط بكل شيء ولذلك الله تعالى عندما يريد لإنسان أن يفقهه أو يعلمه فإنه ذلك من نور الله سبحانه وتعالى الذي يقذفه في ذلك العبد حتى يسخره الله تعالى ويكون خليفته على الأرض أما الخبير فلأن الله تعالى خلاق والخلاق يعني كثير الخلق فالله تعالى يخلق ما يشاء متى ما شاء وكيف ما شاء ولذلك هذا الأمر فهو لننتيق لأن الله تعالى خلاق وخالق فهذا يجعله سبحانه خبير خبير بخلقه يعرف مداخلهم ومخارجهم يعرف ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه يعرف ما يسرهم وما يضرهم ولذلك لأنه حكيم فهو خبير وكثرة الحكمة تجعل الخبرة أي تأتي بالخبرة وسبحانه حكيم في ذاته خبير في ذاته لأنه الخلاق أما العزيز فإن العزة ضرورية من أجل الحكمة نحن نحن شوفوا إحنا كبشر لو جيتوا تفكروا كذا فيها كبشر نحن لا لا نستمع لأوامر لأوامر إنسان لا يملك قوة أو سلطة ليس له عزة لا يمكن أن نعود له ونحن لا نجد فيه عزة وغنى وقوة وملكا لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون ضعيفا في قومه لذلك سنجد أن الله سبحانه وتعالى عزيز لذلك هو حكيم والعزة تأتي أنه مالك الملك ملك قوي غني ولأنه ملك وقوي ورب العالمين كان لابد أن يكون هو أحكم الحاكمين الذي يحكم لأنه صاحب الملك هو يملك الأرض ومن عليها فطبيعي أن حكمه ذلك يأتي من عزة في الله سبحانه وتعالى فهو العزيز ولا يمكن أن يكون الحكيم غير عزيز لابد من عزة أولا لتحدث الحكمة ثانية ولذلك هذا الترتيب له هدف وغاية هذه الأشياء لابد أن تكون ضرورية لابد أن تتحلى بالعلم إذا أردت أن تكون حكيما في أمر معين ولابد أن تكون مستغنيا بالله وأن تكون قويا بالله تعالى وأن تكون سيدا بالله تعالى حتى تكون عزيزا في قومك يعود إليك الناس لحكمتك وإلا فإن لم تكن تمتلك هذه الصفات لا يمكن أن يعود الناس إليك ولذلك الله تعالى يعود الأمر كله له ويرجع الأمر له سبحانه لاتصافه بهذه الصفات وبهذه الأسماء سبحانه جل وعلا طيب ما علاقة هذه الأسماء أيضا بالقرآن الكريم وبالأنبياء هذا الإسم بالذات ما علاقته بالقرآن الكريم وبالأنبياء أول شيء لا بد أن نؤكد على أن الله سبحانه وتعالى بما أنه حكيم سبحانه فلا بد أن يكون ما ينزله أيضا حكيم وما يقدره يقدره بحكمة فإذا كان حكيم طبيعي هذا الكتاب الذي نسترشد به حكيم أي أنه يحتوي على أوامر محكمات وهذه الأوامر محكمات في داخلها حكمة هذه الحكمة تخدم الإنسان وتعينه ولذلك القرآن حكيم أي أنك إذا استرشدت به فإنك استرشدت بالحكمة التي لن تضل بعدها أبدا هذا معناة القرآن الحكيم ولذلك إذا كان الله تعالى حكيما فطبيعي ما ينزله لنا وما يأمر به طبيعي يكون حكيما ومحكما وفي منتهى الحكمة ومن ضمن الأشياء التي أنزلها الله تعالى لنا القرآن الكريم فطبيعي الله تعالى قال والقرآن الحكيم وما هذه الحكمة الموجودة في القرآن الكريم وإحكام القرآن الكريم وإحكام آياته آيات محكمات إلا لأن الذي أنزلها هو الحكيم نجد أن نرى أيضا أن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم وما هذه الصفة إلا من صفة اسم الله سبحانه وتعالى فكيف الآن بعض الناس تقول لماذا لا تقلق إذا كان القرآن الكريم الله تعالى وصفه بمواصفات هذه المواصفات تعود لإسمه سبحانه اسم الله الكريم واسم الله الحكيم هذا خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان معطى حرية حرية الاختيار في أن يكون من أهل الحكمة من أهل الكرم ومن أهل الصفات العلا والحسنة إذا أراد وإن لم يشأ فهو للأسف قد تخلق بالصفات السفلى واختار للأسف أن يكون في أسفل السافلين لما نجي نشوف عدد مرات ذكر هذا الاسم سنجد أن الله تعالى ذكر هذا الاسم الحكم مرة واحدة ولكنه ذكر باسم الحاكمين أو الحاكم خمس مرات أما باسم الله الحكيم أربع وتسعين مرة وفي كل مرة من هذه المرات جاء معها اسم الله العليم اسم الله العزيز واسم الله الخبير ومن الخبرة تأتي إلا بعد استمرار الحكمة ومنبع الحكمة تفاصيل أكثر أيضا لا بد أن نفهمها عن هذا الاسم الكريم لاحظوا أن القرآن مثل ما قلنا هو الدليل والمرشد والفصل يعني فيه الأحكام التي تفصل بين الحق والباطل بين الحلال والحرام وكلها محدد وواضح ومحكم لا لبس فيها ولا شك ولا ريب تعالوا نشوف الله سبحانه وتعالى كيف يعد أنبياءه لأن أنبياء الله تعالى هم خلفائه في الأرض وكلمة أن تكون خليفة الله في الأرض أي أن تكون من أهل الأثر لك دور وحتى تكون من أهل الأثر لا بد أن تكون لك صفات علا لماذا حتى يتبعك الناس ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما شاء أن يرسل الأنبياء فكان لا بد من صناعة لهذه الأنبياء ستلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كل الأنبياء على اختلافهم بدءا من آدم عليه السلام وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنهم يتصفون بالحكمة الحكمة التي تبتدئ بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها الله سبحانه وتعالى لاحظوا العلم بدأ بالعلم ولذلك نجد اسم الله العليم ثم الحكيم ولذلك نجد أن الله تعالى يعلمهم تعليم رباني والله تعالى يعلمنا ودائما يوضح لنا ويعلمنا ويوجهنا وهذا التعليم يا أحبتي لا يأتي بإنزال المعلومات هكذا وإنما من خلال المرور بتجارب وابتلاءات وكذلك من خلال أن نمارس عملية التفكر والتدبر عملية التفكر والتدبر وهكذا كان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم كانوا يتدبرون كانوا يتفكرون وهذا هو مبلغ الحكمة لأنهم لم يكنوا فقط يتدبرون ويتفكرون بل كانوا يطبقون وهذا التطبيق جعل منهم أهل خبرة وجعل منهم أهل عزة وأهل أثر وأهل قيادة وهذا الأمر جعلهم فيما بعد يتخلصون من خوفهم الأمر الذي جعلهم في عزة يأمرون دون خوف ويمتثلون لأوامر الله تعالى ويبلغون رسالته دون خوف لماذا؟ لأنهم صنعوا بحكمة وإحكام بدأوا بالعلم فعلمهم الله تعالى ثم تعرضوا للابتلاءات التي تجعلهم في حالة تفكر وتدبر وتطبيق ثم أن هذه الابتلاءات نزعت من أنفسهم ذلك الخوف فصاروا في عزة لأنهم متصرين بالله سبحانه وتعالى فهم أقوياء واثقين ولذلك الله تعالى استخلصهم لهذه الرسالة ولتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى في الأرض وكذلك أنت أيها الإنسان الله تعالى يعلمك من خلال هذه التجارب وهذه الابتلاءات اعرف أن الابتلاءات لحكمة وأن هذه الحكمة أن الله تعالى يريدك أن تتعلم شيء لم تتعلمه بعد الله تعالى بهذا الإسم يريدك أن تتصف بصفات أنت لازلت لم تتصف بها لماذا؟ لأنه يريد أن يعطيك لأن الله تعالى حين يحكم عدل ويريد أن يعطيك لأنه حكيم كريم يريد أن يرزقك البعض لا يفهم هذا الإسم يحب أن يكون جاهل والجاهل يبقى في ظلاله الله تعالى لا يحب هؤلاء الجاهلين بل الله تعالى دائما يميز أهل العلم لماذا؟ لأن العلم دائما يوصل إلى الحكمة ولو تأملتم وتدبرتم الآيات لوجدتم أن الله تعالى علم أنبياءه كما علم داود ثم آتاه الحكمة كما علم يوسف عليه السلام ثم آتاه الحكمة كما علم غيره من الأنبياء كيحيا وزكريا وغيرهم وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن الله تعالى علمهم كل هذه ما يحتاجونه من علم ومن معرفة وكذلك ابتلاهم واصطفاه ومن خلال هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى أوصلهم إلى الحكمة الحكمة التي تعينهم على الحكم والإحكام والإدارة والقيادة في الأرض ولذلك إذا أردنا أن نكون من أهلي هذا الإسم فعلينا أن نتأمل هذا الإسم جيدا ونعرف كيف الله تعالى ربى أنبياءه وبناء علينا أن نتبع ما الله سبحانه وتعالى شاءه في الأرض لنكون ربانيين فالله تعالى علم أنبياءه إذن لا بد أن نتعلم الله سبحانه وتعالى قال لنا أن في الابتلاءات ليبلوكم أي ليرانا أينا أحسن عملا ثم إذا أحسننا العمل كنا بذلك أكثر رفعة ولذلك المرور بالتجارب هي تربية ربانية لنا كذلك الله تعالى من خلال هذه الابتلاءات يريد أن يخلصنا من تلك الصفات الضعيفة الموجودة فينا إحنا عندنا صفات ضعيفة الجهل عندنا صفة الجهل عندنا صفة الضعف عندنا صفة الكبر وخلينا نقول صفة الخوف عندنا صفة العجلة والاستعجال ولذلك حتى تكون حكيما لا بد أن تكون هادئا غير خائفا أن تكون متزنا ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم أنبياءه أن يكونون من أهل الاتزان في الأرض كيف نفعل هذا الاسم ونتخلق به ونكون من أهل الحكمة وأيضا من أهل التمكين وأهل الخلافة في الأرض والتمكين يعني أن الله تعالى يعطيك القدرة القدرة التي تعينك على أن تصل لما تريد وكذلك تبلغ رسالتك على الأرض إذن هنا سنجد أن الأنبياء خلفاء الله تعالى في الأرض ولا بد من صفات القيادة وأهمها الحكمة والحكمة لا تأتي من فراغ لماذا اسم الله الحكيم؟ ما الغاية من هذا الاسم؟ اسم الله الحكيم علينا أن نفهم أول شيء أن اسم الله الحكيم وهذا الاسم دلال على الطبيب والطبيب يعتمد في عمله على أمرين على علم وتجريب أي حكمة وخبرة ولذلك حتى تكون حكيما لا بد من علم ثم تطبيق لا بد من علم وتطبيق الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصلنا إلى أمر أن المعرفة وحدها لا تكفيك لأن تصل إلى مستوى عال من التمكين لا بد أن تكون من أهل التطبيق إذا أردت أن تكون ذو أثر على الأرض ما ينفع أنك أنت تأخذ معلومة وتكدس هذه المعلومة لا بد أن تكون من الشاكرين عن طريق تطبيق هذا العلم والعبد الشاكر دائما يعمل بما يعلم يعمل بما يعلم كما كان آل داود مثالا لذلك أيضا الحكمة هي أعلى مراتب القيادة والخلافة والسيادة ولذلك إذا أردت أن تكون في مرتبة عليا وأن تكون في منزلة عليا في الأرض لا بد أن تكون في هذا المستوى من الحكمة أي لا بد أن يكون لديك من الخبرات الكافية والمهارات العلية التي تتميز بها عن غيرك من البشر ولا يكون ذلك إلا بعد سنوات من العلم والتطبيق المستمر أيضا الإنسان الذي الذي يمتلك الحكمة هو ذلك الإنسان الذي طبب نفسه وعالج نفسه وجاهد نفسه عبر التفكر والتطبيق الإنسان الحكيم هو الذي يراقب نفسه دائما ويراجع نفسه إذن الحكيم هي دلالة أمرنا يأمرنا الله تعالى هنا بمحاسبة النفس ومراجعة النفس لأني إذا أردت أن أكون حكيما بدأت بالتخلص من عيوبي بل بدأت بتزكيتها وكلمة التخلص هنا كبيرة ربما ولكن أقصد تقليل هذه العيوب ومحاولة تحسين هذه العيوب وأيضا تطوير مواطن القوة التي أملكها عبر التفكر في نفسي والله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أرى عيوبي أرى إمكانياتي أرى قدراتي وأيضا أمارس وأطبق وأرى أفضل الطرق والأساليب لأن الله تعالى قال قد أفلح من ذكاها أيضا فإنه قد بلغ مبلغ الحكمة من أش من رأى حقيقة نفسه الإنسان الذي يصل إلى مرحلة الحكمة يرى حقيقة نفسه فلا يعظمها ولا يحقرها دائما يختار لها أحسن الخيارات وفي نفس الوقت لا يضعها مبلغ الغرور لا يصل بها إلى الغرور لأن الذي يصل إلى الكبر والغرور مستحال أن يكون حكيمة بل هو جاهل ولذلك دائما يقال الإنسان الذي يجادل بدون أدلة هو إنسان جاهل وفي واقع الأمر ليس بمجادل أكثر الناس الذين يجادلون للأسف لا يعلمون ويتكلمون من حيث لا يعلمون ولا يحيطون بالأمر شيء وتقدهم يتكلمون وهذا للأسف ما هو منتشر بهذا الوقت وأيضا الإنسان الحكيم دائما مشغول بتطوير نفسه يرى عيوبه يحاسب نفسه هل أنا على حق؟ هل أنا متبع؟ هل هناك أخطاء؟ دائما ما يطور من نفسه في حال التطوير مستمرة الحكيم أيضا يعلم تماما أن هناك أمور غيبية لا دخل له بها ولذلك ماذا؟ يترك ما ليس له يعرف ما هو له وما ليس له وهذا هو مبلغ الحكمة ولذلك قال الله تعالى ومن أوتي الحكمة أي أوتي خير كثير لماذا؟ لأنه في واقع الأمر ينشغل بنفسه يطورها ينميها ويترك ما ليس له فلا يتدخل ولا يشغل نفسه بقدف الآخرين ولا التنبيش وراء الآخرين ولا الحكم على الآخرين ولا تأويل أقوال الآخرين ولا تفسير أقوال الآخرين ولا التدخل في نوايا الآخرين ونحن لا نحيط بهم علم أو خبر الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك وعلم موسى عليه السلام هذا الأمر أنه أنت لن تستطيع هناك أمور لا تستطيع هي ليست لك نعم علمك الله الحكمة لكن اعلم أن هناك خلق لا بد أن تتخلق به وهو أن هناك أمور عليك أن تسلم ولا تتدخل ولذلك هذا يوصلنا إلى نقطة كيف أتخلق بإسم الله الحكيم بعد ما عرفنا هذه الأسماء أيضا في نقطة قبل ما أدخل كيف نتخلق بهذا الإسم الإنسان الحكيم يبدأ بنفسه فيحمي نفسه ويعلم نفسه قبل غيره فهذا أولى ولذلك هناك ناس دائما تنشغل بالآخرين وتترك الإحسان إلى أنفسها وتترك تنمية نفسها ومعالجة نفسها لماذا الحكمة؟ الحكمة طريق للإبصار ونهاية التبصر الحكمة أيضا هي تمكين وقدرة على اتخاذ القرار إن كنت حكيما فإنك ستتمكن من اتخاذ القرار وبالتالي تكون أهلا للقيادة والأثر الحكمة يعني أنك قادر على إدراك بواطن الأمور وما تقول إليه بعد ما تحيط بها خاصة إذا كنت ممن مررت بتجارب كثيرة ثم تعلمت من هذه التجارب أيضا الحكيم لديه قدر على إدارة مشاعر والتحكم بها فهو لا يحكم على الناس من منطلق هواه تأمل في قصة داود عليه السلام عندما اشتكاه الإخوان في شأن غنمهم تأملوا جدا كيف كان النبي داود حين استغفر وعاد إلى الله تعالى ظنا منه أنه أخطأ في حكمه لأنه دائما يريد أن يتأكد أنه لا يحكم من منطلق هواه بل من إحاطة ومن علم ومن دراسة ودرايه ولذلك دائما الحكيم يتأنى قبل إصدار الأحكام ولا يتفوه بكلمة إلا وهو يعرف أن هذه الكلمة في مكانها الصحيح ولذلك نجد أهل الحكمة هم أقل الناس أخطاء هل يعني أنهم لا يخطؤون؟ يخطؤون طبعا ولكنهم أقل الناس أخطاء لأنهم زكوا وقاموا بتزكية أنفسهم وتعويد أنفسهم وتدريبها أيضا الحكمة هي سهول الوصول للغايات فمن كان حكيما في أمر استطاع أن يصله في المنقول الواحد حكيم في أمر المال إذن يستطيع أن ينتق المزيد والمزيد من المال حكيم في أمر مثلا البناء إذن يستطيع ويستطيع أن يبني إذن بأيسر الطرق وأسهلها لماذا؟ لأنه جرب وحاول وعمل وطبق وفشل أكثر من مرة لكنه تعلم من مواضيع الفشل أو التقارب الفاشلة الحكمة أيضا تعني محافظة على العدل بين الناس وإقامته إن لم يكن بين الناس حكيمة ضاع العدل وضاعة حقوق الناس ولذلك الحكمة ضرورية ضرورية لإقامة العدل على الأرض الحكمة أيضا قدرة على إدارة الأزمات وحل المشكلات ومعالجتها بأقل الخسائر الإصلاح وهذا هو شأن الله تعالى سبحانه وتعالى أن الله تعالى عندما يحكم فهو يحكم بحكمة لا ضرر ولا ضرر فيها الحكمة أيضا مرجع للحق وإقامته يعني أنني إذا أردت أن أجد الحق دائما أذهب إلى أهل الحق ولذلك إذا أردت لحكم أن تأخذه فعود إلى القرآن لماذا؟ لأنه حكيم وبه الحق كما قلنا كيف نتخلق؟ وهذه هي النقطة التي نصل فيها إلى نهاية هذا الفيديو كيف نتخلق بإسم الله الحكيم؟ عشان نتخلق لا بد من التعلم وطلب العلم والسعي له إذا أردت أن تكون من أهل الحكمة أن تتفكر فيما أعطيت وتعلمت أن تطبق تطبيقا عمليا لما تعلمت وإلا لم تصل إلى الحكمة إعانة الناس بهذه الحكمة وأيضا تزكيت هذا العلم عن طريق تبليغه لأن هذا الأمر يزيد من حكمتك ويزيد من خبرتك تقوية النفس تهذيبها ومعالجة عيوبها فلا يأخذ مستحيل لا يأخذ من سفيه إن كنت تقوم بهذه العيوب فأنت وذلك العلم لا قيمة لك إن لم تكن ممن يطبق ما تعلمت أيضا ترك الحكم على الناس لأن ذلك من شأن الحكيم سبحانه وليس من شأنك ترك الحكم على الناس فلا تحكم على الناس هذا في النار وهذا في الجنة هذا طيب وهذا غير طيب هذا سيء وهذا شرير وهذا يدعو إلى كذا وهذا لا يدعو إلى كذا اشغل بنفسك إن شغل بنفسك فإن ذلك مبلغ الحكمة أن تنشغل بنفسك ولولا حط في شأن أئمة الإسلام وفي علماء المسلمين سنجد أنهم دائما مشغولين بأنفسهم لا يدخلون في تراهات ولا يدخلون في تفاهات غير أولئك الذين مشغولون بتتبع عيوب الناس وإفضاحهم وفضحهم هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أهل حكمة سوى أنهم يترزقون على الآخرين انتبهوا لهذه النقطة هنا حاولنا أن نغطي بقدر الإمكان كل التفاصيل التي تعين على فهم هذا الإسم الكريم وكذلك كيف نكون من أهل هذا الإسم عبر التخلق بصفات هذا الإسم في حدود ما آتانا الله تعالى من سعة ومن قدرة نستطيعها إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أترككم في حفظ الله ورعايته وحلقة أخرى من سلسلة التخلق بأسماء الله الحسنى إن شاء الله في القريب تودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجاهك لعيتك يا إلهي ولي طلب وسترق أخواك عني من هو المطالب لمن غيرك أشكو هم دنياي والتعب وغبني من أيامي وكثرة غلايبي ويا للعجب من ناس ما عجبهما العجب رموني وعادوني وهم من أكاربي ونسي حقوق العم والخال والنساب جفوني وذكرهم سبب في متاعبي اشتركوا في القناة